السلام عليكم معكم حسن من قناة اكستيكي جهاز ردبي نوت 7 سويت فيديو النظرة الأولية وفتح العلبة وشفنا المواصفات والمميزات الخاصة بالجهاز لكن الآن سنعرف إذا يسوى الشراء ولا لا خصوصا بالنسبة حق السعر هذا الكلمة ستسمعونه بالفيديو هذا بالنسبة حق السعر لأن الجهاز قيمته ممتازة جدا بالنسبة حق الإمكانيات وهنا سأبلش بطريقة يديدة بالنسبة حق الفيديو سأتذكر لكم سببين للشراء وسببين لعدم الشراء بداية الفيديو بعدين سنشرح بشكل مفاصل نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش بالبداية سنتكلم عن سببين للشراء السبب الأول السعر لدينا 60 ديار تقريبا جهاز إمكانياته رائعة تقريبا ما ينقص شيء من ناحية الإمكانيات وحتى أيضا من ناحية التصميم يعني ما توقع أنتوا راح تشوفونا بالشارع أو تراون حق أحد راح يقول لكم هالجهاز هذا قيمته 60 ديار ما أتوقع الميزة الأولى الميزة الثانية الكاميرا هني عندنا كاميرا 48 ميجابيكسل أي نعم أنت لما تسمع 48 ميجابيكسل تتوقع أن هني راح يكون عندك أداء ممتاز جدا لكن هني 48 ميجابيكسل لأنه تعطيك ميجابيكسلات أكثر وتشوف أنه عندك السنسور يعتبر كبير يعني في عندك إمكانيات أكبر بالنسبة حق التصوير بالنسبة حق السعر بالنسبة حق سببين لعدم الشراء السبب الأول هو التوفر الخاص بالجهاز الجهاز مو متوفر بشكل خنقور رسمي في كل الدول تقدر تطلبه من الانترنت مثلا ويوصل لك ماكو أي مشكلة طبعا يفضل تطلب النسخة العالمية أو تطلب النسخة الهندية اللي تعتبر أيضا نسخة عالمية النسخة الهندية مواصفاتها راح تكون أفضل هذا تقدر تعتبره سبب أو سبب ثاني أنك ما تشتريه الجهاز هذا تشتري النسخة الهندية النسخة الهندية شل الفرق فيها؟ عندك معالج راح يكون أفضل شوي وعندك أيضا كاميرا أساسية راح تكون أفضل هني الكاميرا الأساسية من سامسونج 48 ميجابيكسل لكن الجهاز الثاني نسخة الهندية اللي هو رادمي نوت 7 برو الكاميرا الأساسية من سوني والسعر راح يكون مقارب تقريبا الآن فلنتكلم قلنا بالنسبة حق السعر بالنسبة حق السعر شن راح ناخذ هني؟ هني عندنا شاشة جيدة جدا ما قدر أسميها ممتازل لأن فيها عيب بالنسبة حق الإطار الأعلى والأسفل ممكن راح تشوف ظل خفيف لما تستعرض شيء باللون الأبيض ممكن راح تشوفها أنا بالنسبة لي أنا قاعد أشوفها فما قدر أعتبرها شاشة ممتازة لكن مثل ما قلنا حطوا قوسين اللي هو بالنسبة حق السعر شاشة 6.3 إنش أبعادها 29.9 وضوحة في الـ HD Plus والنوع IPS LCD طبعا أعلى الشاشة عندنا الكاميرا الأمامية صايرة قطع في أعلى الشاشة الكاميرا الأمامية 13 بيجابيكسل أداء الكاميرا الأمامية ممتاز بالنسبة حق التصوير العادي والتصوير للفيديو هنجرب التذبيت وقت التصوير بالكاميرا الأمامية من وقت المشي بشي شوي سريع نوع ما هنشوف بالنسبة حق اختلاف الأضاءة أعلى الكاميرا الأمامية عندنا سماعة المكالمات حاطينها بشكل ممتاز بشكل مخفي أعلى الزجاج بين الزجاج وبين الفريم طبعا هني الفريم الهيكل راح يكون بلاستيك بشكله معدني لكن هذا بلاستيك للهيكل هني قاد يوفروا لك من التكلفة لكن بالمقابل ما راح تفرق بينه بين الهيكل المعدني وممكن يكون صلابتها أكثر بالنسبة حق الهيكل البلاستيك وأيضا يخفف لك الوزن شوي لأن هني عندك زجاج من الأمام وزجاج من الخلف بالنسبة حق الأزرار فالأزرار أيضا ممتازة هني في هلك لك المناسب وكلهم موجودين على اليمين أنا أفضل شخصيا الأزرار كلها تكون موجودة بجهة وحدة للأسف عندنا سماعة وحدة في الأسفل بالنسبة حق الصوت أي نعم يعتبر عالي لكن كنت أفضل استخدام سماعتين السماعة الأسفل وسماعة المكالمات هي استعراض الصوت الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواه النسب وسماوات وهو بكل شيء عليم وعندنا ماسح بصمة من الخلف ماسح البصمة سريع مو وايت سريع طبعا مو سرعة أجزة هواوي لكن يعتبر سريع وإذا نحطوه ليه بالخلف يعني يعتبر شيء جيد وأيضا ماسح البصمة يأخذ من لون الجهاز لو تلاحظون ما راح تفرقون بين لون الجهاز هنا عندنا طبعا اللون اللي أزرق يعقس على البنفسيجي فما راح تفرقون بين لون الجهاز وبين ماسح البصمة تصميم حلو الكاميرتين بالخلف كاميرا الأساسية 48 ميجابيكسل الكاميرا الثانية 5 ميجابيكسل الكاميرا الأساسية فتحة العدسة F1.8 العدسة الثانية مستخدمة لقياس العمق فقط يعني أشان تعطيك صور بورتري وعزل الخلفية بشكل أفضل حاطي لك العدسة الثانية بالنسبة لك التصوير العادي وتصوير الفيديو بالإضاءة المثالية بإضاءة النهار راح يكون عندك تصوير وايد حلو هذا اختبار التثبيت على كاميرا الريدمي نوت 7 هذا بالنسبة للإضاءة نشوف بالنسبة للفوكس بس تنخفض الإضاءة راح ينخفض عندك التصوير دامنقا تكلم عن التصميم وأيضا عن الكاميرات للخلف هنا عندنا بروز كبير بالنسبة لك الكاميرات وأنا تكلمت في فيديو فتح العلبة إن في عندنا كفر من السيليكون موجود بالعلبة للأسف الكفر هذا ما يحمي الكاميرا بشكل مثالي الكفر هذا أيضا لما تركب على الجهاز راح يكون في عندك بروز خفيف بالنسبة لك الكاميرا يعني هالدرجة بارزة من الجهاز فيفضل أنه دير بالك بالنسبة للموضوع هذا الجهاز وزنه 187 قرام يعتبر وزن نوعا ما ثقيل شوي لكن هنا عندك بطارية 4000 ملي أمبير البطارية أداءها ممتاز كنت أتوقع للأمانة أداء يكون أفضل من ناحية البطارية لأن البطارية حجمها كبير لكن للأسف الأداء ممتاز ممتاز جدا يعني ما ينحط معه أجهزة الملوك البطارية نفس لينوفو P1 P2 نفس المي ميكس اللي استخدمته واستعرضته نفس الميت 20 لا هذا راح يكون بطارية ممتازة لكن مو الأفضل لكن مثل ما قلنا بالنسبة حق السعر بطارية 4000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع يعتبر شي جيد جدا بالنسبة حق الأداء العام هنا عندنا معالج ناب دراكن 660 64 جيكا بايت رام ذاكرة داخلية 128 أو 64 جيكا بايت في دعم للذاكرة الخارجية تضع شريحتين أو ذاكرة خارجية بالنسبة حق الجهاز الأداء العام ممتاز يؤدي أداء ممتاز جدا بالنسبة حق السعر وأيضا بالنسبة حق الألعاب ما راح يكون عندك أي مشكلة بتشغيل الألعاب تشغيل مقاطع الفيديو الاستخدام بشكل عام التصغير أو تكبير البرامج أو استخدام برنامجين بوقت واحد ما راح يكون عندك مشكلة في أداء الجهاز في هالشغلات هذه يعني بالأداء اليومي ما راح تحس ان عندك سناب دراكن 660 سناب دراكن 660 على جهاز سعره ستين نيار يعتبر شي وايد زين خصوصا ان شركات ثانية مثلا سامسونج تدفع 120 أو 130 نيار يعني تقريبا دبل السعر إذا مو أكثر عشان تاخذ لك جهاز سناب دراكن 660 نية حق النقطة الأخيرة اللي هي النظام السوفتوير MIUI هنا الأصدار العاشر في عندنا مميزات وفي عندنا عيوب المميزات هنا الأصدار العاشر يشتغل على أندرويد 9 باي في عندك أحدث اصدار من الأندرويد على الجهاز سعر 60 نيار وفي عندك مميزات الخاصة في MIUI المميزات الخاصة في الإعدادات الشغلات المميزة استخدام أكثر برنامج متواصل اجتماعي في نفس الجهاز مثلا أكاونتين سناب شات أكاونتين انستجرام أكاونتين واتساب وفي عندك مثلا اللي هو تستخدم بصمة ثانية عشان تدخل على واجهة ثانية وتشتغل على بروفايل ثاني بالنسبة حق الجهاز في عندك مميزات حلوة موجودة يعني اللي يدخل يتعمق في النظام نفسه يستفيد من الاختصارات الموجودة يستفيد من الإمكانيات الموجودة في الإعدادات وأيضا بالنسبة حق البرامج اللي يوفر لك إياها النظام فهي برامج جيدة وبرامج أيضا تفيدك في الاستخدام اليومي لكن في عندنا هني مشكلة كل البرامج تقريبا اللي موجودة في الجهاز اللي موفرتها شاومي فيها إعلانات وهذا بالنسبة لي أنا كان شي غريب جدا بما أن شركة هي توفر لك برامج خاصة تساعدك بالاستخدام وحطها في إعلانات أما أنك تعطيني برامج أستخدمها من الشركة نفسهم أنت تستفيدني أنا قاعد أستخدم برامجك ما تستخدم برامج من طرف الثالث أو أنه لا تحط لي برامج لكن بالمقابل أثنين هم ما تحط لي فيهم إعلانات وعندنا أيضا عيب أساسي لحد الآن لم ينحل علي الجهاز أول ما استخدمته ، شفت العيب هذا و لحد الآن لم ينحل إذاəresso عندك تنبيهات boards زوجه التنبيهات راح يعطيك هني الاشعار مال التنبيهات لكن تعد ليلة الثلاث يروحون الاشعارات كلهم فقط ما في عندك تنبيهات لازم تسحب ليلة الاسفل ورح تشوف تنبيهاتك موجودة هني واذا تكلم عن التنبيهات هني في عندنا لمة التنبيهات موجودة في الاسفل مكانة بالاسفل ماذا ليش لكن على اقل موجودة بالنهاية الملخص بشكل عام بالنسبة حق السعر هذا افضل جهاز موجود بسوق حاليا طبعا اذا قدرت تحصل عليه او تحصل على نسخة البرو يكون افضل اتمنى ان الفيديو هذا كان مناسب كصير ما كان طويل انا عادة متعود ان اسوي فيديوهاتي طويلة لان اشرح لكم تقريبا كل شيء موجود بالجهاز اذا احتجتوا ان اشرح لكم شيء معين بالنسبة حق الجهاز نفسه يعني انا رح يكون عندي فيديو ثاني رح اشرح فيه اما اي واي و اي و اعداداته ممكن اربطه في الفيديو هذا لكن اذا احتجتوا اي فيديو ثاني خاص بالجهاز هذا ويعطيكم العافية